دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التمسم والحوار بلا جدال فيه التوسط في الأمور والاعتدال ديننا إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يأمر عباده بالتقوى فيقول عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة بلغ الرسالة نصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم جزه خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته أما بعد أحبة في الله كتاب الله مريء بالأسرار وتعالوا بنا اليوم لنكشف عن سر من أسرار القرآن تعالوا لنتكلم عن سر عظمة التسبيح والتسبيح معناه التنزيه تنزيه الله تبارك وتعالى عن كل النقائص والأوصاف الباطلة التي وصف الكفار والمبطلون بها ربنا تبارك وتعالى ويشهد لهذا المعنى الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه يصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الليل يقول وكان إذا مر بآية فيها تنزيه أي فيها تنزيه تسبيح سبح يعني لو قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وهو يصلي سبح اسم ربك الأعلى كان يقول سبحان ربي الأعلى وإن قرأ قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم يقول سبحان ربي العظيم ما سر عظمة التسبيح؟ أسرار عظمة التسبيح في كتاب الله كثيرة جدا منها أن الله تبارك وتعالى اختار التسبيح ذكرا لكل مخلوقاته فليس هناك من ملك أو إنس أو جن أو طير أو حيوان أو جماد أو أي دابة تدب على الأرض بأقدامها إلا وهي تسبح لله تبارك وتعالى قال الله تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيه وإن من شيء أي ليس هناك من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا لماذا لا نفقه تسبيح المخلوقات؟ لماذا أخفى الله تبارك وتعالى عن أصوات تسبيح المخلوقات؟ لأن الله تبارك وتعالى لو كشفها لنا لصارت حياتنا جحيما لن نستطيع أن نعيش في أمن على هذه الأرض لماذا؟ ماذا إن كشف الله لك عن صوات تسبيح السماء ويتسبح في صوت واحد بتناغم شديد بصوت مهيب على قدر هيبتها وعظم قلقتها هل تستطيع أن تنام بالليل؟ هل تستطيع أن تتوضأ بالماء في الخلاء؟ أو أن تلقيه على الأرض في الخلاء وأنت تسمع صوت تسبيحه؟ هل تستطيع أن تتبول على الأرض وأنت تسمع أصوات الحجارة وهي تسبح؟ لذا أخفى الله تبارك وتعالى أصوات المخلوقات تسبيح المخلوقات عنا رحمة بنا لأننا لا نطيق ذلك ولا نتحمل أيضا أخفى الله تبارك وتعالى أصوات تسبيح المخلوقات عنا لأننا لا نفقه لغاتهم لأن لغاتهم باختلاف لغاتنا يمكن للإنس أن يفهم الإنس الذي يتحدث بنفس لغتي ويمكن للجن أن يفهم الجن ويمكن للطير أن يفهم الطير وهكذا ولكن لا يمكن لإنسان أن يفهم لغة الطير إذ لا يفهم لغة المخلوقات إلا من هو من جنسها من أسرار عظمة التسبيح أن الله اختاره ذكرى لكل المخلوقات فقال تعالى في سورة النور ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات والطير تصير صفوفا في السماء تسبح الحمد لله تبارك وتعالى والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه علم الله كل مخلوق كيف يصلي له وكيف يسبحه سبحانه وتعالى ويقول الله في مطلع سورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم وروا البخاري في صحيحه يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل يعني أما بيأكلوا كده كانوا بيسمعوا أصوات تسبيح الطعام وهذا من كرامات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وروا الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ حصيات مجموعة من الحصة في يده كده أخذ حصيات في يده فسمع لهن تسبيح سمع صوت تسبيح هذا الحصة في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسرار عظمة التسبيح أن الله جعله ذكرا لملائكته المقلل جميع ملائكته بالذات حملت العرش منهم يقول الله تبارك تعالى في سورة غافر الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا وقال تعالى في أواخر سورة الزمر وترى الملائكة حافين من حول العرش ماذا يصنعون يسبحون بحمد ربهم وحملة العرش ملائكة عظام الخلقة لا يعلم عظم خلقتهم إلا الله تبارك وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى جبريل على صورته التي خلق عليها لأول مرة فزع فزعا شديدا وارتجف جسده ورجع إلى خديجة يقول زمروني زمروني دثروني دثروني لقد خشيت على نفسي يا خديجة من هول ما رأى من عظم خلقة جبريل عليه السلام يقول صلى الله عليه وسلم يتكلم في هذا الحديث عن عظم خلقة الملائكة في الحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح عن جابريل رد الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذن الله جل ذكره لي أو أذن الله لي أو كما في رواية أخرى أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش بالله عليك اسمع وانظر إلى عظيم خلقتي إنما بين شحمة أذنه هذه القطعة من الأذن إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام يعني تفضل ماشي من شحمة الأذن إلى عاتقه إلى كتفي تقطع هذه المسافة في سبعمائة سنة تمشي بدون توقف عشان تقطع المسافة هذه في جسدي فما بالون بسائر جسدي إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطوراني في معجمه بسند صححه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن الله جل ذكره لي أن أحدث عن ملك مرقت رجلاه الأرض السفلة أي أن رجلاه تصل إلى سابع الأرض وعنقه مثني تحت العرش اسمع ماذا يقول هذا الملك العظيم يقول ربنا سبحانك ما أعظمك ربنا سبحانك ما أعظمك فيقول الله تبارك وتعالى يرد على هذا الملك الكريم ما عرف ذلك من حلف بي كاذبا يا أيها الملك الذي يقدر الله تبارك وتعالى حق قدره ويعلم عظمة ربه ولا يتوقف عن التسبيح منذ خلق إلى قيام الساعة كثير من خلق بالذات منهم الذين يحلفون بي كذبا لا يعلمون عظماته الذي يحلف على الله كذبا يجهل عظمة الله الذي يأكل الميراث من إخوته البنات هذا يجهل عظمة الله تبارك وتعالى الذي يتجرع على ترك الصلوات في أوقاتها وبدون عذر يجهل عظمة الله تبارك وتعالى الشاب الذي يتجرع على معصية الله في ظلمات الليل أمام شاشات الحاسب أو على الهواتف يجهل عظمة الله تبارك وتعالى الذي يظلم الناس ويأكل حقوق الناس ويغضم حقوقهم يجهل عظمة الله تبارك وتعالى يقول الملك سبحانك ربنا ما أعظمك فيقول الله ما عرف ذلك من حلف بي كاذبا ما عرف ذلك من حلف بي كاذبا أي أن الذي يحلف بي كاذبا ويتجرع على معصية يجهل عظمته بل إن من أسرار عظمة التسبيح أن تعلم أن الله أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم لنا لنسبح الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلينا لماذا من غاية إرساله أن نسبح يقول الله تبارك وتعالى في سورة الفتح إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لماذا يا رب ما علة إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وأيضا وتسبحوه بكرة في أول النهار قبل شروق الشمس وأصيلا في آخر النهار قبل غروب الشمس إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة التسبيح هو الذكر الذي اختاره لداود عليه السلام وأمر الله تبارك وتعالى الجبال والطير أن تردد وأن تسبح مع داود عليه السلام قال الله وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير ويقول تبارك وتعالى في سورة صاد اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب ذا القوة والقدرة في الحق ذا الأيد إنه أواب وانظر إلى هذا القرآن العظيم خليك فاكر معايا وركز في كلمة أواب ديت هنرجع على التاني واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب أواب صيغة مبلغة على وزن فعال أي كثير الرجوع والأوبة والعودة إلى الله تبارك وتعالى ذا الأيد إنه أواب قال الله إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي في آخر النهار والإشراق في أوله والطير محشورة أي محبوسة له في السماء تسبح معه بحمد الله تبارك وتعالى كل له أواب انظر إلى هذا القرآني الآن للقانون القرآني العظيم ذكر الله تبارك وتعالى حال داود عليه السلام معه وأثنى عليه بأوبته إليه وقال اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب أواب كثير العودة ورجوع إلى الله تبارك وتعالى ثم ذكر الله تبارك وتعالى حال الجبال والطير معه فقال كل له أواب يعني تفهم من دا إيه على قدر أوبتك لله تبارك وتعالى يجعل الله تبارك وتعالى الكون أوابا لك قانون القرآني كل الله أوابا يجعل الله تبارك وتعالى الكون أوابا لك فلما كان داود عليه السلام أوابا لله تبارك وتعالى جعل الله تبارك وتعالى الطير والجبال له أوابه قال اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب ووصف حال الطير والجبال معه فقال كل له أواب فيا من تعقدت عنده الأمور وصعبت عليه الأمور وشق عليه الحال كل الله أوابا يسخر الله تبارك وتعالى لك ما في الكون فاستعن بالتسبيح على قضاء الحواجز الحاجة حوائج وعلى تسهيل الصعاب بإذن رب الأرباب تبارك وتعالى كل الله أوابا يكون الكون لك أوابا مكثأة من الله تبارك وتعالى لك من أسرار عظم التسبيح أن موسى عليه السلام طلب من ربه أن يبتعث أخاه هؤون معه نبيا ليعينه على القيام بهذا الذكر العظيم قال تبارك وتعالى في سورة طه على لسان موسى عليه السلام قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا معاونا مساعدا مؤازرا من أهلي هارون آخي لما أشدد به أزري قوي به شوكاتي في الدعوة إليك وأشركه في أمري لما أيضا كي نسبحك كثيرا لماذا كي نسبحك كثيرا فمن أسرار عظمة التسبيح أن موسى عليه السلام طلب من ربه أن يبعث أخاه هارون معه نبيا يؤذره ويعينه ويسانده على القيام بهذا الذكر حق القيام كما أمر الله تبارك وتعالى مثل أن أسرار عظمة التسبيح أن الله تبارك وتعالى اختاره ذكرا لنا في أشد لحظاتنا قربا منه روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسمع ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ماذا نقول في السجود في أقرب لحظاتنا من ربنا تبارك وتعالى نقول سبحان ربي الأعلى وماذا نقول في الركوع نقول سبحان ربي العظيم فمن أسرار عظمة التسبيح أن الله تبارك وتعالى اختاره ذكرا لنا في أشد لحظاتنا قربا وتذللا بين يديه سبحانه وتعالى من أسرار عظمة التسبيح وهذه هدية لكل مكروب هدية لكل مبتلى هدية لكل مديون هدية لكل فقير هدية لكل مريض هدية لكل إنسان وقع في أي نوع من أنواع البلاء اسمع واعلم أن من أسرار عظمة التسبيح أن الله يغير به الأقدار المؤلمة إلى أقدار سعيدة جبت الكلام دم لني عم الشيخ تعالى معايا إلى قصة يونس في سورة الصافات قال تعالى وَإِنَّ يُنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ أَبَقَ سَارَعَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ المملوء بالبشر والأمتعة فساهم فكان من المدحضين يعني إيه ركب يونس السفينة بتقدير الله تبارك وتعالى لحكمات يعلمها ستتضح بعد ذلك في الآيات ركب السفينة المملوئة بالبشر والأمتعة فساهم فكان من المدحضين إيه اللي حصل به دخلت السفينة في عراق مع مواج البحر واجتمع رأي من بالسفينة وقالوا لابد أن نلقي بواحد منا لتخفيف حمل السفينة من أجل نازجات البقين يعني الحمل ذكدت إلى على السفين إحنا بس عايزين واحد مننا يضحب نفسه بحياة ويرمي نفسه في البحر عشان السفينة تنجو بمن فيها وإلا هنغرق كلنا بالأمتاع بكل حاجة معنا محدش هينجو خالص فقالوا نعمل إيه بقى؟ مش هنختار أي واحد كده بقى هنعمل إيه؟ هنعمل قرعة فساهم يعني دخل القرعة فكان من المدحضين كان من المغلوين قال ابن كثيرهم في تفسيره أجروا القرعة مرة والثانية والثالثة لأنه يصعب على أنفسهم وهم يعلمون صلاح هذا العبد الصالح يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يصعب عليهم أن يلقوا به في الماء أو أن يضحوا به بإلقاهه في البحر فأجروا القرعة مرة ومرة ومرة وخرجت به ووالله لو أجرواها ألف مرة لن تخرج إلا به لأن الله تبارك وتعالى قضى عليه حكما إلهيا بالسجن في بطن الحوت إلى قيام الساعة وإن يونس من المرسلين إذا أذق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو موليم جاء الحوت يشق البحر بأمر ربه تبارك وتعالى ليبتلع يونس عليه السلام لينفذ حكما إلهيا على يونس بالسجن في بطن الحوت إلى مدة لم نسمع عنها في حياة البشر يعني أكتر مدة سجن متعارف عليها في القضاء البشري ماذا الحياة؟ يعني ماذا الحياة هي تسجن كم سنة؟ 90 سنة؟ 100 سنة؟ طيب 120 سنة يعني كنا متجاوزين دي أطول مدة ممكن يسجن فيها إنسان ممكن يسجن 25 سنة؟ 15 سنة دي المدة دي اللي بقولوا عليها تأبيدة لا الحكم من الله الحكم من الله على يونس بالسجن في بطن الحوت إلى قيام الساعة يا الله ما أصعب ذلك وما أعظمه ويا ليته سجن في سجن عادي نستطيع أن نسمع فيه صوته أو أن يزوره فيه أحد ليخفف عنه سجن في بطن حوت في قاع محيط في ظلمات ثلاث لكن فجأة يحدث أمر عظيم وينزل حكم إلهي جديد ما هو؟ الإثراج المفاجئ ليونس عليه السلام يا رب إيه الحاجة العظيمة اللي تخلي إنسان ياخد إثراج مفاجئ بالسرعة دي بعدما حكم عليه بالسجن في بطن الحوت إلى قيام الساعة إنه التسبيح فالتقمه الحوت وهو ملين فلولا أنه كان من المسبحين لولا التسبيح كان يحصل إيه؟ لنبث في بطنيه إلى يوم يبعثون أنت بقى أقول لي مشكلتك أنت إيه بقى؟ مشكلتك أكبر من مشكلة يونس عليه السلام؟ حكم علىك للسجن في بطن الحوت في ظلمات ثلاث في قاع المحيط إلى قيام الساعة مهما تكون مشكلتك مش هتكون أكبر من مشكلته فلماذا لا تسبح يا أخي؟ لماذا لا تخرج من التسبيح بالتسبيح من أشد الإبتلاءات كما خرج يونس عليه السلام؟ ماذا كان يقول في تسبيحه؟ قال الله في سورة الأنبياء وذنون ذنون أي صاحب الحوت والنون هو اسمه من أسماء الحوت إذ ذهب مغاضبا مغاضبا مهاجرا لقهاجرا لهم في الله تبارك وتعالى فظن أن لن نقدر عليه فظن أن لن نقدر عليه Wagtan مش زي ما البعض بيظن أو بيعتقد أو بيفهم خطأ يقول لك ظن أن لن نقدر عليه يعني ظن أن الله تبارك وتعالى أن يقدر عليه وändeه بالله حشا لله أن يظن يونس و levers السلام أو أحد من أنبياء الله بالله تبارك وتعالى هذا الظن المفضل للكفر يا العياذ بالله ظن أن لن نقدر عليه أي ظن أن لن نضيق عليه كقوله تعالى أم محمد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم محمد أسمعك تفضلي خمس مرات سبحان الله العظيم مرة والله ما صل واسلم وبرك على السلام ولا إلهي إلا الله ولا حول ولا قوة العلي العظيم مرة ممتاز ربنا يبارك فيك وتقبل منك جميل جدا طب أقول إهتاني مثلا الدكتور عساني جربنا مردوني وجابه أنا ليه ابن ميت يعني شاب بسحتي عايزة نفسي أعمل حاجة قويصة برضو ليه وأتجرب من ربنا أكثر ربنا يسعيدك يا أم محمد ويبارك فيك ويحفظك ويرحم ولدك أسأل الله تبارك تعالى يعني جعله فرطك وفرط أباه إلى الحوض وأن يحشركم معه في الفردوس الأعلى يوم القيام قولي أم محمد لا إله إلا أنت سبحانك أنه كنت من الظلمين أم مع ولدك فأكثر له من الدعاء وإن استطعت أن تفعلي عنه أو تقوم عنه بصدقة جارية يصل ثوابها إليه في قبره يكون جيدا أسأل الله تبارك وتعالى نبارك فيك يا أم محمد في كل المستمهي نعود فنقول ماذا كان يقول يونس عليه السلام في تسبيحه قال الله في سورة الأنبياء وذنوني الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات خلي بلك باء لم يقل الله تبارك تعالى فنادى في الظلام لماذا؟ لأنه في الظلمات ثلاثة في الظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحود فنادى في الظلمات ماذا قال؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا رب أوحدك وأشهد بوحدانيته وأقر أعترف أن البلاء الذي وقعت فيه إنما هو بسبب ظلمي لنفسي من عند نفسي وأنزهك تبارك وتعالى وأنزهك يا رب تبارك وتعالى عن ظلمي أو عن ظلم أحد من خلقي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين طب بالله عليك أن أسألك سؤال لو نفسرد أن الموقف اللي حصل ليونس عليه السلام ده حصل لأي حد في الأيام اللي إحنا موجودين في هده حصل لرئيس دولة العظمى زي الولايات المتحدة الأمريكية مثلا دولة قوية عندها تقدم تقني و تكنولوجي رهيب جدا تخيل باله وقع من سفنة وابتلعه حوت في المحيط الهندي الأستاذ سماح السلام عليكم كيف حالك يا أستاذ سماح تمام الحمد لله قوي بارك الله فيك أسمعك يتفضلي تمام الحمد لله أنا عملي حق لمجاري مثلا لأكثر حاجة تقربني نعم أنا أستاذ سماح أه أه حقني مجاري أه أه ولسه يعني عز ربنا يا كرمي لو أكثر حاجة يعني تقربني بالتصديق أو الدعاء أو حاجة كليا يعني أنت عايزة تنجيب يا أستاذ سماح صح؟ نعم أنا بالوقت عملي يعني هذا كل اللي يشوفني زي والله أنا إن شاء الله سأدعو الله تبارك وتعالى أن يرزقك بالذريات الصالح وأنا أبشرك يا أستاذ سماح بحل يعني لا يقف أمامه شيء لمن أراد الولد وهو أن تستغفر الله تبارك تستغفر الله تبارك وتعالى قال الله فقلت استغفر ربك وإنه كان غفارا إيه اللي يحصل به؟ يرسل السماع عليكم مدرار يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جناتين ويجعل لكم أنهارا وخليك امتابعان بقى في علاقة بين التسبيح والذرية سنتكلم عنها بعد قليل في قصة زكريا عليه السلام أسأل الله تبارك تعالى تزقك الذريات الصالحة أنت وكل المحرمين يا أستاذ سماح كان يقول يونس عليه السلام في تسبيحه لا إله إلا أنت سبحانك إنه كنت من الظالم امتبعيه النتيجة بقى إيه النتيجة قلت ركا لو سقط إنسان وابتلعه حوت في هذا الوقت الذي يشهد العالم فيه هذا التقدم الرهيب بالله عليك هل تستطيع آلة من الآلات مهما أوتيت من الدقة والقدرة أن تحدد الحوت الذي ابتلعه من بين آلاف الحيتان في المحيطات أو هل تستطيع آلة مهما بلغت من القدرة والدقة والحرفة أن تميز صوته عن كل الأصوات في داخل المحيط أيضا هل تستطيع قوة على وجه الأرض أن تأمر الحوت أن يحافظ على يونس بألا يهضم له لحما ولا يكسر له عظما كما حمى الله تبارك وتعالى يونس في بطن الحوت والله لن يستطيع أحد أحيانا أحيانا يبتل الله تبارك وتعالى أحد عباده الصالحين أو الأنبياء في كتابه المبين بابتلائي ليس له حل في الأرض وممكن إنسان مؤمن في أي زمان أو مكان يجيله مرض ملوش حل في الأرض أو يجيله مشكلة ملوش حل عند البشر ليه؟ هل أن الله تبارك وتعالى يريد أن يصيبه بالعجز يريد أن يدفعه إلى اليأس وإلى الانتحار والله أبدا لماذا؟ ابتلاه الله بمرض لا حل له في الأرض ليرفع يديه إلى السماء فيونس عليه السلام وقع في بلاء ليس له حل في الأرض لن يستطيع أحد من الخلق أن ينقذه وأن يخلصه من بطن الحوت فسبح فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجابنا له ونجيناه من الغم ليس هو واحدة خدوا الهدية لك خدوا الهدية لك أستاذ السماح السلام عليكم السلام عليكم السلام وسهل وقح Rainbow ربنا يبارك في حضرتك ربنا يبارك في حضرتك ربنا يبارك لك أو رب كان عايزة أقول لأ، الحضرتك أنا بسبح كثير فาعايزة عرف فى يعني صوادي التسبيح اللي أنا بسبحها يعني أنا كله كده بقول الله مصلم وسلم ومبارك على سيدنا محمد بقول أول حاجة.. لا إله إلا الله أول حاجة بقول حزب الله نعم الوكيل وبعدke田 بقول إله إلأ انت سبحانك إني انك بنت ممنظله وبعدى بقول لا إله إلا الله وبعدكbucks بقول لأ NH به turnover لقيته إلا بالله العلي العظيم رب لا تزنني فرداً وأنت كارب وارثين أني أريده أن يخدعك لأنني حزك الله رب أني مساني يتدر وأنت أرحب راح مين وبسلي على رسول صلى الله عليه وسلم وبستغفر وبقول الحمد لله مية ولا إله إلا الله مية وبقول اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد يا الله مية وبقول اللهم صلي على النبي يا حيق يوم مية وبقول سبحان الله الحافظ الحفيد ويا رب اللهم صلي وسلم وبرك الله رب لا شريك لك بقول كل الحاجات دي كل يوم مية بس أنا أريد أقولها الواحد يعني أنا مش خفاها من حد ممتاز ممتاز ربنا يبارك فيك عظم جدا أنا موزب عليه فأحسي كده يعني دايما كده في رعاية ربنا بس فيها أوقات كده حاجة تقولي بطلية بس أنا مش ببطلها ما ده الشطاء سألي نفسك مين الوحيد اللي ليه مصلحة أن أنت تسيب الخير ده هو الشطان العدو اللي أعد معنا للنهار فأنت على خير عظيم والله العظيم أبشري والله ما ألهم الله تبارك وتعالى عبدا من عباده ذكره إلا وهو يريد أن يححمه وأن يجيبه وأن يعطيه مساء له في الدنيا والأخيرة فأبشري أنت في خير عظيم نعم أنا شفت أسماء الأنبياء في رمضان يعني على السماء كده أسماء الأنبياء وفي الوسط كلمة الله كلمة الله الواحد ما شاء الله قواتي إلا بالله هذا حال الذكر يرفع من شأن الذاكرين في الدنيا والأخيرة فأسأل الله تبارك وتعالى نبارك فيك يا أستاذة منا وتابعين إن شاء الله هنتكلم عن نتائج التسبيح بالأكيد في الحالة إن شاء الله قال تعالى عن يونس فنأذف الظلمات يا الله إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم تبدأ الواحد بقى اسمعوا بقى خذوا هذه الهدية واقبلوها من رب البرية تبارك وتعالى يا أهل البلاء يا أهل الكرب يا من تريدون الذرية يا من تريدون سداد الدين يا من تريدون الغنى يا من تريدون أي شيء أو حاجة من حواج الدنى والأخيرة فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك بنفس الطريقة ننجي المؤمنين في كل زمان ومكان هذه هدية لأهل الإيمان يعني لها يقع في بلاء من أهل الإيمان في أي زمان وأي مكان ويلجأ إلى الله تبارك وتعالى بالتسبيح سيكشف الله تبارك وتعالى عنه ضره كما كشف الضر عن عبده يونس وكشف الكرب والغم عنه في الدنيا والآخرة لا إله إلا أنت سبحانك أنه كنت من الظالمين الأستاذ سماحك أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقها الضرية الصالحة كدت تتكلم عن الإنجاب بين التسبيح والإنجاب علاقة وانظروا إلى قصة زكريا في سورة أير عمران كما قال ربنا تبارك وتعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا كلما دخل زكريا على مريم المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا من أين لك بهذا الرزق قال تومن عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدونك ذرية طيبة لما رأى زكريا هذا الكرم طامع هو أيضا في كرم الله يا رب أعطني كما أعطيتها ذرية طيبة إنك سميع الدعاء على طول بفاء السرعة والتعقيب فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا حصورا لا يأتي شهوة النساء تعفوفا وتقربا إلى الله تبارك وتعالى وإن كان هذا جائزا في حق الأنبياء فهو لا يجوز لكل الناس لأن الناس لا يطينقونه كما كانت تطيق الأنبياء نعم تسنيم أستاذ تسنيم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله كيف حالك الحمد لله تمام تفضلي أسمعك ممكن أيضا حدثك سؤال جميع تفضلي يعني ليه واحدة تبطتي نعم لو تكرمت تعالي صوتك بس يا أستاذة تسنيم شوية ليه واحدة تبطتي أه يعني معرفة أحدثك سؤالية متعودة أنها تزور المواقع على النسوة لا تسمعك يا أستاذ لو سمحت اسمع رفع صوتك شوية نعم أيها أستاذ اسمعي رفع صوتك شوية لو سمحت تفضلي الليلة تفضلي أم 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 الطريقة الصحيحة التقليدية للزواج هي أفضل طريقة إنما الزواج الإلكتروني عن طريق مواقع الإنترنت أنا يعني ده رأيي أنا لا أفت فتوى شرعية لا أقوله بحرمتي فليس هناك دليل يمنعه منه ولكن لو تسأليني أنا كسعد كشخص لا أنا لا أرتاحه إلى هذا أبدا أفضل طريقة للزواج هي الزواج التقليدي الواحد يشوف وعدها يسأل عليها يعرفها ويروح لبيتها يتقدم لأهلها إنما الزواج الإلكتروني هذا لا أحبته وبيحصل فيه خداع كتير ومشاكل كبيرة قال تبارك وتعالى حكاية عن زكريا حينما دعا قال الله فنداته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين فتعجب زكريا قال رب أنا يكون لي ولد وقد بلغني الكبر ومرأة عاقر وقوله هنا أن ليس للاستبعاد أم محمد السلام عليكم يا أم محمد كيف حالك أسمعك تفضلي أنا حديثة إيه أنا إيه يعني عندي ظروف تعبانة في جمال عدد وقرى كرآن فإيه طبا سيكلي إيه جاكي في حالة أكيدا مدورة زي ما إيه مكتوف فيها ديها جنانا ومكتوف فيها الله وتحسيها الملك فأعمل إيه إيه أنت بتعاني من أي مشكلة يا أم محمد بتشوفي حاجات في البيت إزاي يعني قوليلي بتشوفي إيه بالزبط طيب بص يا أم محمد يعني ربما يكون هذا مكرم من الجين هتعمل إلا أنا هقولك عليه ده هتجيبي بخاخة بتاعة البخاخة هتحط فيها مية تقرأي على المية دي صورة الفاتحة سبع مرات آية الكرسي خواتيم صورة البقرة مطلع صورة الصفات صورة الفلق صورة الإخلاص صورة الناس كل صورة ثلاث مرات تقرأيها وفمي يكون في المية دي وتقفلي على البخاخة دي وتغليها معاك تروحي الأركان الزوايا الزوايا بتاعة القوة الكل قوضة فيها أربع زوايا ده غالبا يعني الجن يسكنون في هذا المكان في أي بيت تمسك البخاخة دي وترشي المية المقروعة دي في الأركان دي وتيجي على السرير بتاعك تدرشي الرشة كده وعلى المخد وتوالي على الأمر ده فترة إن شاء الله سيختفي هذا الأمر بالإضافة أن أنت لازم تشغل صورة البقرة يعني أخذها بركة وتركها حصرة كما قال صلى الله عليه وسلم فزكريح حينما كان يسأل رباه تبارك وتعالى أن يكون لي ولد وقد بلغني الكبر أمرأة عاقر السؤال هنا ليس للاستبعاد السؤال هنا عن الكيفية يا رب ده إزاي هيحصل لأنه بالمنطق اللي شايفه زكريح قدامه بالأسباب المعطيات المنطقية السببية لقدامه ما توديش للنتيجة دي فهو ع... نعم؟ أستاذ إيه؟ يا أستاذ لنا نوها أستاذ نها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أسمعك يا أستاذ نوها تفضلي أستاذ نوها تفضلي أستاذ نوها تفضلي على العقل جامد ورغم أن كان يعني إيماني قوي جدا فأصبني حالة من الاكتئاب شديدة جدا فقالي عشرين سنة ومش عارفة تخلص منها العارفة يعني أقشعة زي الأول والعارفة قرأ القرآن زي الأول وبنامت لي مش عايز يعني حالة حالة مزرية ورحت بدخول نفسي بسيط لأدوية فمش عارفة أجعل إن أنا فيه وإن أنا خايفة إن أنا أموت وأنا يعني حاسة إن أنا يعني مش عارفة أتخلص من الوقت وفي اللي جاك ليبيت وحالة الاكتئاب فتقولنا الله يترمك أعلي ولا أجأ أنا في المطحق مش عارفة مش عارفة مش عارفة بص يا أستاذ النوحة بص كل شيء بياريتك تتغيلي بس وتقولي على الحل إنها تبتلل بكاترة بشين بصراحة ومش عارفة أعمل إيه يعني تحاول أعمل حتى الرقية مش عارفة بحاجة أفضل فأنا عارفة منياني ممكن تكون ذنوبة اتختمت على قلبي لا 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 هذا ظن وهمي في هذه الحالة النفسية الصعبة يا في الأغلب بيكون ظن وهمي معالي يا أستاذ النوحة سمعاني؟ أنا سألك سؤال يا أستاذ النوحة صل على النبي الأول وأبشر بالفرج إن شاء الله فالله تبارك تعالى قال فإن مع العسر يسرى إن إن مع العسر يسرى وقال سيجع الله بعد عسر يسرى هسألك سؤال من الذي أنزل بك هذا البلاء؟ الله أعلمه ومررت ببعضه وأشعر بك بكل ما تمرين به بس لما تخلصت مش عارسة تخلص منا يا شيخ والله ستتخلصين بإذن الله تبارك وتعالى إن أنا مش أخشى أنت عارسة أسئلة في الغيبية سيطرت على النخي وعلى السوق البلد إن أنا حجم فيك دائم وظلق وظلق عندي نورة بصيرة بسم الله وإمالي قوة لله بس يا شيخ أنا مش عارسة أعمل إيه بالله عليك تبعينا كده وتؤمن على حل ذلك ربنا يبارك فيك بص يا سيزة نوها قبل أي حاجة حضرك بس تتكرمي تغذي رقم الهاتف بتاعي من الكنترول وإن شاء الله أنا أتواصل معاك مرة واثنين وثلاثة لحد متعدي من الأزمة دي الحاجة السريعة اللي إحنا كنا نتكلم فيها دلوقتي إن مشكلتك برضو مشكلة لحضرتك عمرها ما تكون أكبر من مشكلة يونس عليه السلام ده رجل المسجون في مكان ما حدش يدري وصله فيه وسجن ماذا الحياة أبد الأبدين إلى قيام الساعة مش ماذا الحياة ولا تعبيدة ونجى بالتسبيع فاستجبنا له أنت في غم الله يقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم ليس هو وحده وانت كمان هذه بشرة لك ولمن في مثل كربك وكذلك بنفس الطريقة ننجي المؤمنين يعني الله يقع في بلاء كمواقع يونس وفي غم كمواقع يونس عليه السلام ويسبح بهذا التسبيع كما سبح يونس عليه السلام سيونجيه الله تبارك تعالى من الغم احنا مشكلتنا ان احنا ما عندناش صبر طب انا بروح للدكتور بقالي عشرين سنة مش عاجبني الدكتور بشوف دكتور تاني مش عاجبني العلاج بشوف علاج تاني مش مرتاحة بروح اشوف الدكتور برا مصر حتى زي الناس ما بتعمل طب ليه مش صبرين على الله ليه ما عندناش نفس طويل كده في الذكر والتسبيع والدعاء ليه بنا يأس بسرعة وليه بنا استعجل بسرعة والله ما انزل الله بك هذا البلاء الا لانه يريد ان يقربك منه وانه يريد ان يعحمك ويريد ان يعرفك بنفسه احيانا يا اخوة من حكم البلاء مش ان انت تصبر بس من حكم البلاء احيانا ان الله يختبر ايمانك بالاسباب الايمانية انت مش مؤمن ان التسبيح بيرفع الغم اه ربنا بيبتليك ببلاء يشوفك بقى عندك يقين في التسبيح ولا لا انت مؤمن ان الله تبارك وتعالى يعطيك الذرية بالدعاء طيب انا هحرمك من الذرية هيشوفك بقى هتدعو تصبر عشان ربنا يرزخك الذرية وعندك ثقة في الدعاء ولا لا الله تبارك وتعالى ابتلك بالغم ليختبر ايمانك بالتسبيح في التسبيح وقدرة التسبيح باذن الله تبارك وتعالى على ان جائك من هذه الحالة العظيمة الغم واي يمسسك الله بضر فلا يكاشف له الا هو واحدة الطبيب سبب الطبيب النفسي ممكن يصبه مرض نفسي طبيب القلب ممكن يجيه مرض بالقلب ومعرفش عالج نفسه طبيب السكر ممكن يبتلى بالسكر معرفش عالج نفسه ممكن طبيب زي ما نشوف دلوقتي عالج الناس من كورونا ويبتلى هو بكورونا ويموتهم معرفش عالج نفسه سبحان الله ما سر وإن يمسسك الله بضر فلا يكاشف له الا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير قدير على المس بالضر وعلى المس بالخير فلما لا نلجأ الى هذا الرب العظيم بهذه القدرة المطلقة على كل شيء الذي لا يعجز الشيء في السماوات والأرض سبحي وسينجيك الله والله العظيم إن شاء الله أبشري سينجيك الله من الغم والكرب والاكتئاب والوساس والتسبيح كما نجى عبده يونس وكما نجل كثيرين من أمثالك مش انت الوحدك يا أستاذ يا أم محمد اللي عندك المشكلة دي يا أستاذ أنوها أم محمد السلام عليكم يا أم محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركات كيف حالك؟ الحمد لله يا شيخ أسمعك تفضلي لا أسمعك يا شيخ بس كنت عارز أسرك على حاجة فضلي أنا الحمد لله بصلي وبصوم وبسكر ربنا على طرف أسبح وبجرس كل مصحف أخت موعد والتاني بس عندنا وقف حال شديد يا شيخ عندك إيه؟ وقف حال يعني وقف حال وقف حال في إيه بالزبط؟ يعني مثلا عندنا البيئة الناس كلها ما تبيع البيئة تبيع أي حاجة وتشتري احنا عندنا وقف حال في البيئة عرضين كل اللي يجوا يتكفل مثلا بخاروسة يشتريه مايرجحش كلامان برضو معي عائليا وأزيل التحت 13 سنة دي وقت برضو مافيش لا مافيش حملة تاني هم 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 يعني ربنا زعنا مننا في حاجة ولا لا لا حشا لله سبحان الله لو ربنا غضبان عليك هديك اللي انت عايزاه فرما ناس ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بمؤوتة أخذناهم بغتاتا في ذا مبلسون الآيات لو غضب الله على عبد لن يبتليه لأن البلاء يقرب الإنسان من رب الأرض والسماء والله حينما يريد أن يبعد إنسانا عنه يعطيه ما يريد من النعم في الدنيا لأنه لا يريده وليس مؤهلا لأن يكون في جنة الله تبارك وتعالى في الآخرة فإياكم أن تظنوا بالله ظن السود الله قال نبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إن الله وإن هنا حرف توكيد ونصب إن الله إذا أحب قوما يعمل إيه؟ ابتلاهم ابتلاهم امتحنهم اختبرهم إحنا قلنا برضو كمان مش من غاية البلاء الوحيدة برضو أن أنت تصبر وبس أو أن أنت تتعرف على إسماء الله بس يبتليك ليقربك رأك بعيدا يريد أن يقربك منه يريد أن يسمع صوت تضرعك ودعائك أنت افهم بقى افهم الرسالة الربانية دي إن شاء طيب الإخوة في الكنترول يعني المرة وقت سريعا فاضل دقيتين أنا يعني سأتكلم في هذين الدقيقتين عن نتائج التسبيح إيه اللي يحصل بالله والإنسان التزم التسبيح أولا النجاح من أي كرب مهما كان صعب عايز تخلف عايز تتجاوز عايز تسدد ديونك عندك مرض نفسي مرض عضوي الطبي مش قادر عليه ثق أن الحل في التسبيح مع الأخذ بالأسباب المادية لا إله إلا أنت سبحانك أنك تبطلش وما تملش أوحك تمل أوحك تبطل حتى ترى فرج الله تبارك وتعالى ووالله ورب الكعبة من التزم التسبيح سيرى الفرج قبل موته بإذن الله إن شاء الله تبارك وتعالى هذا أولا ثانيا لمن يشتكون من الضيق النفسي والوسواس والاكتاء التسبيح لك نفسي قال تبارك وتعالى في آخر سورة الحجر ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون يضيق صدرك بما يقولون أنت في الحل فسبح 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 بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين إذا أردت أن أتكلم عن فضائل التسبيح وعن نتائجه وعن ما يمكن أن يحدث لمسبحين من خير في الدنيا والآخرة فلن تكفي حلقة واحدة والله ولا حلقات ولكن نكتفي بما ذكرناه اليوم أقول قولي هذا أسأل الله تبارك وتعالى يغفر لي ولكم وللقاء آخر في حلقة قادمة إن شاء الله دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التمسم والحوار بلا جدال فيه الطوى والصوت في الأمور والاعتدال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة